أطفالاً جئنا للدنيا نلهو كفراش البستان في بيت سرور وهناء نحيا في حب وحنان أطفالاً جئنا للدنيا نلهو كفراش البستان في بيت سرور وهناء نحيا في حب وحنان نتفيأ ظلاً من عطف ننمو في دوح الإيمان أشبالاً نغدو ورجالا بالخير نشيد البنيان هذا البرنامج برعاية سمو مع النسمو أشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجواب إذا هزك الشوق نحو السنة فجوال زادر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله معنا في لقاء جديد في برنامجكم رجال الغد في لقاءات ماضية تكلمنا عن أهمية صفة الرجولة والتكريس هذه القيمة وتكلمنا عن أهمية تعزيز روح المسئولية حتى نصل ونحقق هذه المعاني نحتاج أن نتكلم على قضية أخرى ذات أهمية وارتباط وثيق بهذه المسألة التي ذكرناها من قبل وهي مسألة الثقة بقدرات الذات تقدير الذات والثقة بالنفس التي يعبرون عنها بالإنجليزية self-confidence بنظر التأمل البسيطة أن الإنسان حتى يكون أقدر على تحمل المسئولية وأرغب لتحملها نجد أن هذا المعنى رئيس وأساس بدونه الشخص لن يريد لن يكون راغبا في تحمل المسئولية وهذا يأتي من تصور الإنسان عن نفسه ما هو الصورة الداخلية الذاتية الموجودة للإنسان عن نفسه كيف يرى نفسه وما هو دورنا أنا وأنتم كآباء ومربين في تكوين صورة ذهنية لدى أبنائنا تكون معينا لهم على تقدير ذواتهم وحتى يكونوا أرغب في تحمل المسئولية بعد ذلك في نظرة تأمل بسيطة لهذه الآية الرائعة في قصة يوسف عليه السلام حينما وضع في مقام فانتدب نفسه لمسئولية عظيمة جدا في وقت عصيب فقال لعزيزي مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم مثال رائع جدا على قضية تقدير الذات حينما وصف نفسه إني حفيظ عليم فانتدب نفسه لمسئولية عظيمة بدون ما يكون عند الإنسان تقدير لذاته ومعرفة بإمكاناته وأنه أهل وقادر على تحمل المسئولية بالله عليكم كيف سينتدب نفسه لها ولذلك الكلام على هذا الموضوع أساس ومهم حتى نعين أبناءنا ونهيئهم لتحمل الأمانة كي يكونوا رجال الغد بإذن الله تعالى عندنا تحدي كبير جدا في هذا الموضوع وسأكون معكم في غاية الصراحة عند الكلام في هذا التحدي رغم يعني تأكيدنا على أهمية أن تقدير الذات وتوثيق صورة ذهنية ذاتية لدى الطفل والإبن إيجابية عن نفسه مدخل رئيس لنجاحه في الحياة وتمكينه من القيام بأعمال عظيمة وإنجازات واقعنا خلاف ذلك تماما ببساطة يعني البعض مننا ليلة نهار يعمل في ابنه بهدم في شخصيته يهدم في صورته الذاتية يعني زي ما منقول بالعام بكسر جناحاته يعني تأملوا مثلا الذي يضرب ابنه ماذا يفعل هذا الضرب بشخصيته وتقديره لذاته رفع الصوت والصراخ التعامل معه بصوت عال عند كل خطاء يلومه ويسفه رأيه ويحمله أخطاء ولا يتعامل مع المواقف بإيجابية كيف سيكون أثر ذلك على تقديره لذاته وصورته عن نفسه أليس هذا حال كثير من البيوت الصراخ والضرب هو السمى الغالبة فيه البعض مثلا يستعمل عبارات مثل أسماء الحيوانات ليصف ابنه هل هذا الوصف الذي نريد أن نرسمه في أذهانهم؟ حتما هذه الممارسات التي تقع في البيوت تهدم ما بتبني لا تبني صورة إيجابية تعزز روح تقدير الذات والثقة بإمكاناتها حتى تقدم على تحديات الحياة وتحمل مسؤولياتها باقتدار وكفاءة وثقة على الإنجاز والعطاء تأملوا مثلا الذي لا يتساهل مع ابنه في أخطائه ويسفه رأيه أو ربما يتكلم على شكله فدائما يصفه بأوصاف لا تليق يريد منه أن يحسن من صورته لكنه في الحقيقة لا يساهم إلا في هدم هذه الصورة الذاتية الداخلية لديه المدرسة واقع عليم للغاية يا جماعة للأسف الكثير في المدارس المعاملة مبنىها على أساس مدام أنا المدرس الولاد ينبغي أن يسمع ويطيع مدام الكلام جاي من عندي أن يرد أن يجيب على سؤال معلمه يعتبر هذا شيء غريب ووقاح أحيانا ولذلك يعني ينشأ الكثير من الأباء الأبناء ينشأ على وضع نفسي لا يعينهم على تقدير ذواته ولذلك لا نعجب حينما تقول لنا الدراسات أن الطفل يثقد مقدار كبير جدا من قدراته الإبداعية والتفكير بمجرد دخوله إلى المدرسة يقولون إبداع الطفل ينقص بنسبة 90% بعد أول سنة في المدرسة ما معنى ذلك؟ ألم أليست هذه مساهمة سلبية من معاشر الآباء والمربين في هدم ذواتهم وتقديرهم لها؟ ولذلك نحتاج أن نقص وقفة صدق ووقفة تأمل ومحاسبة حتى يكون لنا دور إيجابي في تعزيز صورة إيجابية في نفوسهم بدون هذه الصورة الإيجابية لن يستطيع هؤلاء الأبناء أن يتهيأوا لتحمل مسؤوليات عظيمة تلك التي نريدها لهم بإذن الله تعالى ولذلك بدأ لنا أن نسأل هذا السؤال ما هي الأمور التي تعين على تكوين صورة إيجابية في نفوس الأبناء؟ ما هي القضايا التي تعزز تقدير الذات والثقة بإمكاناتها لتحمل مسؤوليات؟ سألنا هذا السؤال فخلونا نسمع ماذا كانت الأجوبة في هذا التقرير القصير أولا تشجيعهم الثناء عليهم في مواقفهم إذا أحسنوا استشارتهم والاستماع إلى أراهم اختبارهم في بعض المواقف طبعا نعطيهم حرورة الاختيار منذ الصغر ونشجعهم تشجيعهم في التربية نعطيهم فرصة أنهم يختاروا الأشياء التي أبوها وزي كده نسألهم تشجيعهم كامل الطفل طبعا في أي وقت لما يجي يحكي لك قصة أو شيء لازم ما تقبلهاش بجفاء تقبلها أنك تسمع له تعمل معه حوار تكلمه تعامله كراجل يعني هذا البرنامج برعاية سمو نحتاج أن نبحث عن الوسائل التي تعين على تعزيز تقدير الذات لدى أبنائنا وثقتهم بإمكاناتها حتى يكونوا أقدر بإذن الله تعالى على تحمل مسؤوليات حياتهم وحتى يكونوا أكثر تهيئا لتحديات الحياة التي تواجهها من بعض القضايا التي نود الإشارة إليها لأنها في غاية الأهمية أول هذه المسائل فيما أرى قضية أن نحبها حب الأبناء أساس مهم لتطمينهم وتعزيز تقديرهم لذاتهم ولذلك نجد في السنة ما يؤكد على هذا المعنى الصحابي الذي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن له عاشرة من الولد ما قبل أحدا منها النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه إشارة أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة تقديل الأطفال معنى مهم النبي عليه الصلاة والسلام عاشه بنفسه كان يقبل ابنته فاطمة وكان يضم الحسن والحسين إلى صدره ويقبلهما ويقول إني أحبهما ويدعون إلى حبه حب الأطفال حجر أساس في بناء ذواتهم من داخلها الطفل الإبن النشأ حينما يفتقد هذا الحب تهتز شخصيته من الداخل هي حاجة بشرية يحتاج إليها أن يحب شعوره أنه محبوب وأنه مقبول لدى الآخرين هذا الشعور يريحه ويطمئنه ويعينه على تكوين تصور لذاته إيجابي يساهم في نجاحه وتطوره في الحياة أليس هذا المعنى يا جماعة نقصر فيه كثيرا ربما حينما يكون أطفالنا صغار نمارسه نقول لهم حبيبي ونقبله ونلاعبه لكن ماذا يحدث حينما يكبرون ننسى هذا المعنى مع أنهم أحوج ما يكونوا إليه كبارا أيضا خاصة في سن مراهقة إذن لنمنحهم الحب هذا الحب المطمئن الذي يقول لهم أنت شخص مرغوب وأحبك امضي في حياتك بكل ثقة هذه واحدة المسألة الثانية وأيضا هي ضرورية قضية أن نكلفهم بأعمال يقدرون على القيام بها تكليفهم بهذه الأعمال ونجاحهم في القيام بها تعزز ثقتهم بأنفسهم ثقتهم بإمكاناتهم وقدراتهم حينما تكون المسألة بسيطة وينجح قدرته على القيام بعمل أكبر سيكون أسهل بإذن الله تعالى لذلك تجد بعض الأبناء للثقة التي في نفسه بسبب التربية التي حوله تجده دائما راغبا في تحمل مسؤوليات ربما يبكر إلى صلاة الجمعة في حال أن الخطيب لم يحضر مبكرا ربما خرج إلى المنبر وصعد عليه وقدم خطبة ارتجالا ذلك أن ثقته بنفسه وقدرته على القيام بهذه المسؤولية قائمة ومستقرة الصورة الذهنية التي عنده تمكنه بإذن الله للقيام بهذا الأمر أيضا من القضايا التي تعينها على أن تتكون لديهم هذه الثقة وهذا التقدير لذواتهم تعاملنا مع أخطائهم حينما يخطئ الطفال إذا كان تعاملنا متشنجا فيه صراخ وعتاب وفيه تحميل للملامة يخاف ويرتبك وتهتز صورته الداخلية وللأسف الذي يحصل منا كثيرا أو في بعض الأحيان لا نريد أن نعمم أننا في مثل هذه المواقف الساخنة عباراتنا تكون قاسية لا تقف عند حد الموقف فنقول له هذا العمل خطأ وإنما نقول له أنت مخطئ فنصمه نصفه بهذا الوصف كاملا وهذا الأسلوب خطير للغاية يا جماعة كلنا يخطئ لكن ضروري أن نعطي الخطأ حجمه لا نكبراه ونصف الخطأ العمل لا أن نصف الإبنة كله بسبب هذا الخطأ فنرسم له صورة ذاتية سلبية هذه المسألة تكون في غاية الخطورة يا جماعة كلامنا مع أبنائنا له سحر عجيب في بناء ذواتهم وتقديرهم لإمكاناتهم نحتاج أن نوظف كلامنا معهم بإيجابية حتى نعينهم على تكوين هذه الصورة عن ذواتهم بحيث تكون أكثر إيجابية بإذن الله تعالى سحر الكلام مسألة مهمة وكلنا تعرض لهذه المواقف دورنا مع أبنائنا مؤثر ومؤثر للغاية إذن خلونا يا جماعة نساهم مساهمة إيجابية في بناء صورة مشرقة في أذهان أبنائنا تقديرهم لذاتهم فقتهم بإمكاناتهم هي خير معين لهم على تحمل المسؤولية إعداد رئيس وأساس لنجاحهم حتى يكونوا رجال الغدي إن شاء الله تعالى فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أن نكون لهم عونا على ذلك وحتى لقاء قادم إن شاء الله تعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية سمو مع النزم اشتركوا في القناة أطفالاً جئنا للدنيا نلهو كفراش البستان في بيت سرور وهناء نحيا في حب وحنان نتفيأ ظلاً من عطف ننمو في دوح الإيمان أشبالاً نغدو ورجالا بالخير نشيد البنيان بالخير نشيد البنيان بالخير نشيد البنيان ترجمة نانسي قنقر